تعليم المرأة حق مكفول لها وإن الذي أعطاه هذا الحق هو الإسلام فنعمة تكريم هو نساؤنا ينبغي أن تتعلم وأن تتأدب بآداب الشريعة الإسلامية ولم تتأدب بذلك إلا إذا علمت عن الله وعن رسوله فأقوى شيء وأفضل شيء أعطاها الحق هو الإسلام حق التعلم روى البخاري والمسلم فيه صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت النسوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما تعيذنا فيه وتعلمنا مما علمك الله أرأيت النسوة كيف هن حريصات على الخير تعلم وتعليم غلبنا عليك الرجال يعني يا رسول الله أكثر من جالسك مع الرجال يجالسونك دائما يستفيدون منك يستفتونك غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما تذكرنا وتعلمنا مما علمك الله فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوم كذا في مكان كذا فذهب إليهن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموعد المحدد والمكان فوعظهن صلى الله عليه وسلم وكان فيما قال ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كان لا حجابا من النار فقامت امرأة وقالت يا رسول الله أسنتين قالوا أسنتين هذا أمر عائشة رضي الله عنها تسمي على نساء الأنصار قالت رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهن والتفقه في الدين تعلم النسوة مطلب أن تتعلم شيئا ينفعها في الدنيا وفي الآخرة والأهم أن تتعلم الآداب التي بها تحافظ على سلوكها وتحافظ على أخلاقها ودينها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فأدبهن فأحسن تأديبهن وعلمهن فأحسن تعليمهن كن له حجابا من النار فتعليم البنات مطلب لكن تعليمها الحلال والحرام تعليمها شيء ينفعها في دينها وفي دنياها تعليم بالاختلاط تعليم بلا فتن تعليم بلا سيئات فتعليم المرأة حق لها أوجبه الله سبحانه وتعالى حتى تعبدوا الله على بصيره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا